منذ أن شقت السومرية طريق أعظم الحضارات كان العراق خطاً ساطعاً في سماء اللغة كما العلم تماماً يشبه الخط العربي تاريخ العراق سيما أنه حمل اسم الخط الكوفي أهمية بارغة لاجتماع أكثر من ثلاثين باحثاً وخبيراً في سيرة حياة الخطوط العربية اجتمعوا في قلب جامعة سامراء في ندوة حملت عنوان الخط العربي وتطوره عبر العصور حاولنا تسليط الضوء على أهمية الخط العربي لأننا اليوم كطلاب علينا أن نوجه بأهمية الخط العربي لأنه خط القرآن الكريم وكذلك أننا اليوم طلاب آثار مختصين بتعريف الخطوط المشهورة حسب اختصاصنا وعلى الرغم من سيرة كل خط من خطوط لغات العالم أجمع إلا أن أقدمها خطوط اللغة العربية التي كان لها بصمة واضحة في نشأته عبر العصور الإسلامية ضرورة ملحة يدق لها أصحاب اللغة والتاريخ جرس التغيير والتطوير الحقيقة أن الخط العربي له أهمية كبيرة على المستوى الرسمي والاجتماعي وحتى شبابنا ولذلك جاءت هذه الندوة في كليةنا وكلية الآثار من أجل إبراز أهمية الخط العربي وتأثيرها على المجتمع وعلى الدوار بالشكل العام وأحيانا لتراثنا العربي الإسلامي المهم واللي هو إلى تأثير على مجتمعاتنا العربية الإسلامية النقوش والزينة وجمالية حياكة الحروف وتنوع مهامها كل ذلك يضاف إلى سلسلة صناعة خطوط اللغة عموما والعربية على وجه التحديد لتبقى العربية بخطوطها مركز اهتمام العراقيين علماء وطلابا وباحثين